كنت متوقع النتيجة؟ لا طبعا ولا الأداء يعني روي فيتوريا اللي هنشرحه تفصيليا اللي عمله روي فيتوريا بيحتاج وقت طويل جدا معناه المنتخب المصري حتى في ظل انك بتحاول توصل لأفضل شكل بالإمكانيات المتاحة حتى مع كارلس كروش مدرب واسم كبير أو قابليه هكتر كوبر كنت بتقدر تعمل جزء من المطلوب بتعمل جزء من المهام اللي بتحاول توصل لها وبتحاول توصل إلى حالة الالتزام أو حالة الانسياب الدفاع الجيدة وتقدر تعمل مجموعاتك بشكل جيد في الحالة الدفاعية ايه اللي عمله روي فيتوريا؟ ايه اللي قدمه روي فيتوريا؟ هو ده اللي خلاني لا كنت متوقع الأداء ولا متوقع النتيجة وهأكد أكيد على كلامك يا كريم مش فارق كتير النتيجة طبعا مهمة على الصعيد المعناوي مهمة على صعيد الرانكينج الفيف مهمة على صعيد مواجهات الكبار اللي كنا بنفتقدها في الفترات الأخير ان احنا بنلعب مواجهات خوفا من الهذائم السقيلة كلنا بنلعب مواجهات أقل في المتناول خوفا من الصدبات وده اللي حرر روي فيتوريا منه اللاعبين ده في إطار التحضير للمباراة طيب خلينا قبل ما نروح للحالات ونقول روي فيتوريا دخل المباراة زي دخل بالأربعة 3-3 فالناس كتير يتقولك ما قرر سكروش كان بيلاعب أربعة 3-3 والراجل اللي قعب بتلاتة ما فهمش بلايميكر زي ما الناس دايما بتحاول تدور على بلايميكر لعب طريق حامد محمود حمادة محمد النيني الرباع الخط الخلفي محمد حمدي السنائي اللي تقصني عليها كثيرا أحمد حجازي وعلي جبر وأخيرا أكرمت وفي اللعب الثلاثي اللي عمل شغل كتير قوي ده التحول وده النقلة اللي عملها روي بيتوريا بمحمد صلاح وتاني ده باترن بيعملوا روي بيتوريا من المباراة الأولى لي المباراة الودية وفي مباراة لايبيريا كمان كرارها دور محمد صلاح هنشرحه تفصيلية لما نجي نتكلم على محمد صلاح تحديدا الدور الجديد اللي بيقدمه محمد صلاح كمان الدور اللي كانوا بيعملوا تريزيجي وشكل المبهر اللي ظهر عليه تريزيجي واستغلال نقاط الضعف اللي تكلمنا عليها هنا يا كريم لما كلمنا على منتخب بلديكا كلمنا على إيه نقاط ضعف منتخب بلديكا وإيه الفرق بين نسخة 2018 ونسخة 2022 على الرغم من منتخب بلديكا يبدو أنه بنفس العناصر ونفس الأسماء الكبيرة اللي كانت موجودة في نسخة 2018 نروح بقى المنتخب البلديكي كان بيعمل إيه المنتخب البلديكي طبعاً لأ مصطفى قدم مباراك بيلا مش بس الجول وهاقولك ليه قدم مباراك بيلا مش بس الجول لأنه كان بيحمي الدور اللي بيعمله محمد صلاح دايماً كان واقف معاه سنتر باك أو اتنين علشان يقدروا يشتغلوا على مصطفى واحد بينزل مع محمد صلاح وده الشغل اللي هنشرحه اللي خلت ريزيجية اتحرك دوماً